زي من المضارع البسيط قلنا المضارع البسيط بستخدمه لما اتكلم عن 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 حقائق بستخدمه لما اتكلم عن عادات يومية خلاص حاجة انا متعود اعملها بشكل متكرر وقلنا بنتكلم عن الموعيد السابتة الكترات موعيد البساط وهكذا الفورما بتاعته بتتكون ازاي مع الضمائر واي فاعل جمع بنستعمل الفاعل في في المصدر مصدر الفاعل ما بيتغيرش بدون اي اضافات مع ضمائر الغائب هي وشي وقت وقلنا يعني ايه ضمائر غائب يعني مش مشتركة معايا في الحوار مش لازم كلمة غائب تحط في دماغك انه هو مش موجود لا ممكن يكون موجود يعني انا بتكلم انا ويوسف عبدالله وبعدين عمار ياسر واقف بعيد فانا حبيت اتكلم عن عمار فبقول له هو هو جاي متأخر هل معنى كده ان عمار غايب لا عمار موجود بس مش مشترك معنا في الحوار فبتكلم عنه فبقول هو فكلمة هو مش معنى ان هو غايب لا معنى ان موجود بس مش مشترك في الحوار دي برضه عايزك تعدلها في دماغك يبقى هي وشي وقت اي مفرد غائب وحتى الاسم المفرد يعني لو جبت مثلا قلت The Line The Tiger احمد محمد وهكذا برضه ده اسم مفرد يبقى الاربعة دولة هي او شي او ات او اي اسم مفرد عاقل او غير عاقل ساعتها هنضيف له اس القعدة العامة في المضارع البسيط ان انا لما هتكلم في المضارع البسيط مع فاعل من دولة بضيف للمصدر اس او اس او هو منتهب واي مسبوك بساكن بقلب الواي لآي وبضيف الاس ما تقلقش هشرح لك دولة مثال I want to buy a new dress انا عايز اشتري فستان جديدة want هنا في المضارع البسيط في المصدر لان جاي مع الضمير I واي تاخد المصدر بدون اضافات they buy a new car every year حاجة بيكرروها كل سنة يبقى مضارع بسيط هشوف الفاعل الفاعل they ده جمع يبقى صيغ الفاعل في المضارع البسيط في المصدر لان they هي بتيجي معها المصدر مونة عند هنا الفاعل هنا جمع plural له جمع يبقى play the piano بيعزفه بيانو مش معنى كده ان هم بيعزفه دلوقتي لكن بيعرفه معنى الكلام بيعرفه يعزفه البيانو ويعزفه على فترات خلاص he goes fishing خلي بالك الفاعل في المصدر لان الفاعل مونة وهنا جمع he goes goes هنا اضاف لها es ليه طيب انا هعمل حاجة بس عشان الناس المشتركة جديد ما ايه تمام ما تقطعش الشرح فصلت كده انا المايك على الناس كلها عشان اشرح براحتي he goes fishing twice a week هو بيروح يصيد مرتين في الاسبوع يبقى هنا الفاعل مفرد غائب he والفاعل go منتهب أو يبقى ضف له es ليه بنضف له es هنعرف دلوقتي he goes fishing twice a week مرتين في الاسبوع برضو عادة متكررة اذا لازم اصيغه في المضارع البسيط عرفت هصيغه ليه في المضارع البسيط لاني بتكلم عن عادة هبص على الفاعل لقيته he يبقى الفاعل يضف له es لقيت الفاعل منتهب أو يبقى ضف له es he goes fishing twice a week she eats برضو she الفاعل يخد معه es يبقى eats الفاعل هنا مضاف له es she eats beans بتاكل full and eggs وبيض for breakfast على الفطار قلنا الوجبات بتاخد حرف go for huda prefers tea with milk huda تفضل prefers وضفت لها es لان الفاعل huda هنا مفرد singular خلاص فيبقى يضف له es tea with milk شاي بلبان ازاي بقى نضيف النهايات والنهايات لما اتكلم عن النهايات يبقى حط في دماغي ان الفاعل بيكون الاربعة دولا he she it او اي مفرد اي اسم يدل على مفرد تعال نشوف اولا القاعدة العامة بتقول مع المفرد الفاعل بياخد es فالفعل مثلا لما اقول he او he drinks ما ينفعش في المضارع البسيط او he drink لا drinks plays wants الاس اللي باللون الاحمر بيقولك ان الاس دي مش من اصل الفعل دي اس زيادة للمضارع البسيط في حالة ان الفاعل بيكون مفرد sleeps writes reads sense eats etc يعني الى اخره امتى بقى القاعدة دي بتتغير ااجي اضيف الاس بنضيف اس لما يكون الفاعل في نهايته double s او sh او ch او o او x او z زي ايه زي فاعل cross اخره double s طيب لو لقيت الفاعل he يبقى هقول crosses ليه هضيف له اس مش هينفع يبقى ثلاثة اس وراء بعض مش هينفع stress يكون اكتر من كده طيب go لو ضفت اس النقط بتاعها مش سليم فلازم اضيف اس يبقى اس هنا فايدتها ايه هو الضبط لنط انهاية الفعل علشان ما يكونش فيه نشاز في الصوت تعالى نجربها على فعل wash فعل wash لو انا الفاعل هنا she هقول مثلا she washes the dishes هي بتخسل الاطباق washes مقبولة انها منتهية باس وعلى فكرة لما بتنتهي باس الاس بتتنطق z فبقول washes لو انا ضفت لها اس بس هقول washes الصوت مش مزبوط وبقي مش مرتاح في الكلام وفي نفس الوقت في نشاز في الصوت في نهاية الفعل يبقى ليه بنحول الاس لإيه اس في نهاية الفعل علشان نصبط مخرج الصوت الاخير للفعل مع النهاية اللي احنا بنضيفها wash is finish finishes لو قلت finishes مش حلوة catch هتبقى catches ما ينفعش اقول catches catches حتى صعبة في النطر does نفس الفكرة هي كانت do وضفت لها اس علشان الفاعل he وshe وat لازم الفاعل ياخد اس جيت اضيف الاس لقيته منتهي باو مش هتنفع اقول does اقول he does مش حلوة does تمام يبقى الاس تضاف لنهاية الفعل مع الفاعل المفرد لضبط نطق الفعل في نهايته طيب بعد كده حرف الواي اصحى معي واسبك من اللي حواليك لانك لو صرحت مني دقيقتين مش هتعرف ترجع لو لقيت الفاعل منتهي بواي الواي اهو قبله ساكن try fly study cry لحظ ان الواي قبلها سواكن يعني ايه ساكن حرف ما ينفعش امده زي الار والال والدي وهنا عندك الار كمان ساعتها لما يكون الفاعل مفرد خلي بالك احنا مش على طول هنعمل القصة دي ده في حالة المفرد بس يعني لو الفاعل you او we او they او i او جامع هننسيه زي ما هو try هنقلب الواي ل i تبقى tries يبقى he tries هو يحاول it flies هو يطير studies هنقلب الواي ل i ونضيف الاس cry نفس الفكرة هنقلب الواي ل i تبقى cries يبقى في حالة لو كان الفاعل مفرد خلاص والفاعل كان في نهاية y مسبوك بحرف ساكن هنقلب الواي ل i ونضيف es تمام اما هو نسي هنا يكتب لو كان مسبوك بذول اما لو كان مسبوك بذول او متحرك ساعتها نسيه زي ما هو هنقلب الاس بتاع القاعدة الاولى اللي هي القاعدة العامة play تبقى plays واخد بالك فيه فاول ممدودة play plays buys enjoys لي لان المد اصلا ده اخدنا قبل كده تقريبا في رابعة وفي خمسة مش فاكر ان المد بيخلي الاس تتقلي بزيل وحدها فبقول plays buys enjoys خلاص فهو الصوت اصلا طالع مزبوط فما فيش دا اعمل اي حاجة فيها يبقى الفونيكس هنا هو اللي بيحتم علي ان انا اغير فيه تمام الجزء ده كده اتفهم ولا لأ نروح للناحية التانية عايز انفي بقى عايز اقول والله هو ما بيعملش القصة دي انا ما بعملش عايزين ننفي مع المفرد بننفي مش احنا قلنا من شوية اننا مع المفرد بخلني الفعل بدل ما هو بيكون دو بيبقى داز يبقى داز معناها يفعل خلاص مع المفرد فالاس دي بتاع المضارع البسيط مع المفرد طب انا عايز احط النفي النفي عندي ان ابوستروفي تي وهو اختصار لكلمة نوت يبقى دازنت معناها لا يفعل مع المفرد ودو ده الفعل في المصدر وهنضف لها حتة النفي اللي هي لا تبقى دونت مع الجمع خلاص ميسيز ايمان السيدة ايمان لا تعلمني لا تعلمني انا لكنها تعلم اختي لاحظت انا نفيت بالدازنت لان الفعل مفرد وهي ميسيز ايمان خلاص ورجعت الفعل للمصدر سواء نفيت بالدازنت نفيت بالدونت الفعل بيرجع للمصدر دازنت تيش ما نفعش تقولي دازنت تيشز ليه الاس هنا اللي كان المفروض احطها هي اصلا في تصريف داز زي ما انت شايف في دازنت هي الاس بتاع المضارع البسيط يبقى هي اخدت التصريف في الفعل المساعد يبقى الفعل الاساسي يرجع لمصدره يبقى ميسيز ايمان دازنت تيش مي بطش تيشز هنا بقى نحط الاس لان هنا مفيش نفي لكن هي تعلم اختي نحن نعرفش معلومات كثيرة عن فيروس كورونا يبقى 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 هنالفعل الجامع يبقى ننفي بالنفية والفعل في المصدر هذا بالنسبة للنافية يبقى النفي صحة معايا سيبه في ايدك في حالة المفرد بننفي بالنفية والفعل ما رجعه للمصدر وفي حالة I, U, We, They أو فاعل جامع بنين في Don't وبرضو الفاعل في المصدر عايز أعمل سؤال بهل السؤال بيكون إزاي السؤال لازم يبدأ بفاعل والفاعل يجي رقم اتنين طب إيه الفاعل هنا هو داز مع المفرد ودو مع باقي الضمار خلاص يبقى داز والمفرد وهنرجع برضو الفاعل في المصدر ودو وضمائر الجامع أو الضمير I وبعدين برضو الفاعل في المصدر زي كده هل تحب بسأل بدو وبعدين الضمير المناسب لي I أو You أو We أو They أو فاعل الجامع وبعدين الفاعل في المصدر Like وبعدين تكملة السؤال هل تحب أن تزور باريس هل تحب أن تزور باريس الحالتين اللي أنا بجاوب فيهم يا Yes يا No لأن ده سؤال بمعنى هل بنقول عليه Yes or No يعني السؤال يحتمل الإجابة عليه بنعم أو لا Yes I do No I don't لاحظ أن الفاعل اللي بجاوب به هو الفاعل اللي أنا سألت به سألت بدو هجاوب بدو نفيت يبقى Not يبقى برضو فاعل دو منفي Yes I do No I don't Do they want to see the planets هل هم عايزين يشوفوا الكواكب برضو Do الفاعل المناسب They want الفاعل في المصدر Yes they do نعم هم يريدون No they don't لا هم مش عايزين يشوفوا الكواكب Does she have a car هل لديها سيارة لاحظ هنا لما سألت عن المفرد He أو she أو at أو فاعل مفرد بس أل بـ does Does she have ورجع الفاعل للمصدر Does she have a car Yes she does No she doesn't برضو بستعمل الفاعل اللي سألت به سألت بـ does هجاوب بـ does هجاوب بالنف يبقى doesn't Does Sam speak هي أساسا Sam speaks لكن خلاص بشيل الـ S دي وحطها هنا على هاي تبقى Does Sam speak English well هل هو أتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة Yes he does No he doesn't الفورمة دي هي هي Do you like و does she have بناخدها هي هي وبنحط لها أداة استفهام الـ question word أو WH question وبنبدأ بها السؤال What do you do at the weekend خلي بالك هنا لما بسأل بأداة الاستفهام وهنا هتلاقي اتنين do وده من الأسئلة اللي بتلغبط الناس في الامتحانات خلي بالك do ممكن ييجي فعل أساسي وممكن ييجي فعل مساعد زي ما انت شايف هو هنا كان جاي فعل مساعد بيساعدني في النفع بـ doesn't or don't وبيساعدني في السؤال بـ does we do وإلا ما كناش عارفنا نسأل أساسا طيب يبقى هنا اسمه فعل ايه؟ مساعد طيب أما في السؤال هنا ممكن ييجي الفعل المساعد مع الفعل الأساسي زي ايه؟ What do you do at the weekend؟ ماذا تفعل في عطلة نهاية الأسبوع؟ يبقى do التانية دي هي الفعل الأساسي أما do الأولى هي الفعل المساعد اللي أنا بسأل بيه في المضارع البسيط واللي مالويش معنى What do you do؟ ماذا تفعل at the weekend؟ What do they visit in Alexander؟ هما بيزوروا ايه في اسكندرية؟ أداة الاستفهام؟ Do الفاعل الفعل في المصدر ده الترتيب وبعدين تكملة السؤال Who do badr and basel live with؟ مع مين بدر وباسل عايشين with؟ معناها معها يبقى أداة الاستفهام الفاعل المساعد الفاعل اللي هو badr وباسل وبعدين الفاعل في المصدر وتكملة السؤال Where does she practice her favorite sport؟ فين هي بتمارس رياضتها المفضلة؟ أداة الاستفهام الفاعل المساعد الفاعل الفاعل في المصدر تكملة السؤال وهكذا جميع الأسئلة Why does he call his manager every morning؟ ليه هو بيتصل بالمدير بتاعه كل صباح؟ أكيد طبعا ده عصفورة بيفتن على زميله When does badr use his laptop؟ متى يستعمل badr اللابتوب بتاعه؟ خلاص الاستخدام زي ما قلنا بنستعمل الحقائق زي زمالك قاله في أول السيشن بنستعمل المدارع البسيط عشان نعبر عن فاكتس حقائق ثابتة ما بتتغيرش The earth moves around the sun الأرض بتدور حوالين الشمس مفيش يوم هتقول لنا تعبانة مش هلف النهاردة يبقى هنا دي حقيقة ثابتة الفاعل مفرد يبقى نضع S للفاعل لأن ده مدارع بسيط بيتكلم عن فاكت 10 times 10 يعني 10 فعشرة mix 100 بتديني 100 مفيش مرة مثلا هتديني 99 خلاص دي حقائق ثابتة يبقى mix هنا تاخد S لأن الفاعل مفرد mona is fat mona تخينا شوية nada isn't slim و nada مش رفيعة أو isn't slim يستخدم التعبير عن العادات المتكررة وجداول المواعين he goes to school every morning he goes to school every morning هو بيروح المدرسة كل صباح دي عادة متكررة يبقى هنا الفاعل مفرد نضع ES the lesson starts الفاعل مفرد نضع S لأن دي موعد سابتة at 9.30 tomorrow they go to work by bus they go to work by bus كل يوم يبقى هنا الفاعل جامع يبقى الفاعل في المصدر the train leaves at 7.30 الكطار بيتحرك الساعة سابعة ونص دي بردو تايم تابل مواعين سابتة بعد كده هيتكلم عن الكلمات الدلة الكلمات الدلة اللي ما نشوفها تعرف ان ده مضارع بسيط every بمعنى كل every day every morning always دائما دي ظروف التكرار usually عادة often غالبا sometimes أحيانا never بيستخدمها للنافق معنا أبدا generally عموما generally rarely وسلم نادرا برضو بنفس المعنى she usually stays at home every day كل يوم هي عادة بتقعد في البيت and it often rains in winter هي غالبا ما تمتر في الشتاء they always watch TV at night هتلاحظ في كل الأمثلة دي ان الـ adverb of frequency ظرف التكرار بييجي قبل الفعل الأساسي زي ما انت شاهد usually stays often rains always watch ظرف التكرار لا يغير في تصريف الفاعل يعني لو الفاعل مفرد هتلاقي الفعل في is she usually stays it often rains they always watch ما حصلش أي تغيير في التصريف كأن الـ adverb ده تقدر تشيله من الجملة وتفضل الجملة زي ما هي لكن لو جه verbi to be العملية بتتعكس بص كده ما عرفش هو هنا جاب لنا verbi to be في الموضوع ولا لا بس شكل ما فيش ولا مثال في verbi to be لا فيه أولا they are never late ده تاني مثال في verbi to be هو هنا عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن الـ adverb of frequency أو ظرف التكرار بييجي قبل الفعل الأساسي لكن لو جه verbi to be am أو is أو are الفعل بييجي بعده زي إيه؟ they always watch tv at night هما دايماً بتفرجوا على التلفزيون بالليل هتلاحظ إن ظرف التكرار اللي هو بمعنى دائماً بييجي قبل الفعل الأساسي watch I hope usually stays often rains always watch always watch لكن verbi to be إذا جيت ده العمدة بقى ده يبقى من قدام they are never late هما ما بيتأخروش أخب أبداً for school يبقى ظرف التكرار ييجي بعد verbi to be لكن ييجي قبل الفعل الأساسي يبقى القاعدة بتقول بعد verbi to be قبل الفعل الأساسي بعد verbi to be قبل الفعل الأساسي my sister and I أنا وأختي sometimes visit that museum أحياناً بنظر المتحف اللي هناك ده يبقى sometimes جاءت أهي قبل الفعل الأساسي I go there with my friends أنا بروح هناك مع صحابي every summer كل صيف موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر